طبعا احنا لو بصنا هنا او تأثير الميكروفيشيس طيب ده الميكروفيشيس اللي هو الجيولوجي اللي هي الطبقات اللي هي السحنات الصخرية للصخور نفسه وتأثير الطبقات أو السحنات الصخرية أو البيئات الترصيبية بتاعت الحجر الجيري النوبي في جودة الحجر الخزان نفسه لان طبعا احنا قلنا الصخور دي هي موجودة اي على السطح في جبل الضو ولكن في معظم الدول العربية في معظمها هي موجودة تحت السطح وهي تعتبر خزان والخزان هنا أحيانا كتير جدا بيبقى خزان مية أو خزان بطرق يعني الصخور دي فعلا من الصروات الطبيعية اللي موجودة عندنا في المنطقة العربية إن هي بتحوي على مواقع المواقع دي ممكن تكون عبارة عن مياه جوفية ممكن تكون عبارة عن بوترول والبوترول هنا ممكن يكون غاز أو زين فدي كلها قيمة اقتصادية لهذا جزء عشان ده اللي دفعنا إن أنا نبتدي به النهاردة إن شاء الله بالإضافة إلى بعض الموايزات اللي أنا قلت لكم عليه ده عبارة عن شغل البتروفيزيكس أو الجوفيزياء وطبعا مختصين في البتروفيزياء عارفين الموضوع ده على الخزان النوبي في منطقة جبل الضاوي في وسط الصحراء الشرقية بمصر وطبعا برضك معلومات للطلبة اللي هما لسه بدقين في الأبحاث العلمية وعاوزين يعرفهم إن البحث العلم دائما للشباب بيبقى في مجلة تاني حاجة إن المجلة ايه بيبقى فيها أول حاجة بيبقى فيها أبستراك أو الملخص العام للبحث يعني احنا بنقول في البحث ده احنا هنتكلم على الخزان النوبي ووضعه وعملية تأسيمات والبتروفيزيكس المختلفة اللي احنا وجدناها في هذا ايه الخزان بند فكرة عامة إن أول تاني حاجة بيبقى في البحث حاجة تسمى الانتروضاكشن الانتروضاكشن أنا بدي فكرة بقى هنا بشكل إجمال أنا أنا مقول بس النوبيا ساندستون ذا نوبيا ساندستون ذا نوبيا ساندستون ذا ريجونال سيدمنتري سيكوانس ذا تكستند اولوفر ايجيبت عند نورس است افريكا يعني إن عبارة عن الخزان النوبي ده موجود في كل مصر مش في كل مصر بس ولكن في معظم شمال شرق افريكا وما بل بيمتد إلى بعض الدول الأخرى ويبنتكلم على الخزان النوبي أهوة إن إحنا موجودين بنقول عليه إن الخزان النوبي بردك ساندستون كسيتين دسترو إيجيب ليبيا سودان تشاد أنا تديش انتون نوبيا ساندستون سيمتوا كسيتين دسترو جاردون سعودية أرابيا أندياما يعني إحنا بنتكلم هنا الأول في المقدمة يعني إنت ليه اخترت الخزان النوبي أنا بقول الخزان النوبي لأن ده عبارة مخزن لمعظم السوائل تاني حاجة إن هو مش موجود في منطقة صغيرة لا ده موجود في مساحة كبيرة جدا في معظم الدول العربية فدي كلها من الحاجات اللي ايه بتخليني بقول ليه اخترت هذا المكان بزي فده بيساعدني كتير جدا يا شباب إن أنا لما نقول إن أنا ليه اخترت هذا المكان أو إن المجلة ليه حتتنشر للبحث ده فلازم نكنح إن الخزان ده موجود في معظم دول فكده هتعرف إن فيه ناس كتير جدا في الدول العربية دي كلها مهتمين بهذا البحث فحيبتدوا يقروه ويتابعوه فده كل ده حاجات بتديلك نقاط تقوية علشان البحث يتنشر في مجلة دولية وطبعا بنشر خريطة الجيولوجية للمكان هو اللي كويشان ماب وبينكو صير ماب وهنا جيولوجيكا الماب وبين بقى إيه النوبيان ساندستون أنا بالنسبالي الطبات اللي موجودة واللون الأحمر واردي ده اللون البزمت الروك اللي احنا قلنا عليها وطبعا فيه اللي جند موجود عندك كل ده بنذكره فين في الانترو دكشن تاني نقطة في البحث بنذكرها السامبل والميسيدولوجي يعني أنا جبت عينات إزاي وإيه الطور اللي أنا هستخدمها فأنا دلوقت بقول إن البحث بتاعه هو عبارة عن طبقات استراتيجرافي فأنا لابد يكون عندي الاثنين طبقات إن أنا جبت عينات هذه العينات من طبقات المختلفة للحجر النوبي وبقول عليها كمان لازم تكون عينات فريش ما جيبش عينات متكسرة من الوادي لازم زي ما قولك كده من قلب الجبل والعينات ديت لابد يكون لها طبعا اتجاهات ومقياسة معين عشان حنقيس عليها بتروفيزيكس بعد كده العينات دي بنغض جزء منها بنعمل لها عشان ندرسه تحت الميكروسكوب اللي هي الميكروفيشيز تاني حاجة الميكروفيشيز دي كمان أنا بعمل لها إيه بعمل لها صبغة بالبلو داي ليه بقى بزبوخها بالبلو داي لان الصبغة دي يا شباب لما بزبوخ العينا بالبلو داي الصبغة دي بتخش في الفجوات او البروزيتي بالزبط كده وبتتواجد فلما بنعمل تحت الميكروسكوب فلما نعرف ان فيه جزء لونه أزرق تحت الميكروسكوب معنى ذلك ده بلو داي معنى ذلك ان ده جزء فجواتي اللي موجود لان طبعا الخزان يا شباب زي ما قول الحجر الجيري طبعا خاصة الشباب اللي هما في سنات الاولة والتانية ان احنا بنقول خزان مش عبارة عن تجويف موجود تحت الارض يا شباب لا ده الخزان ده عبارة عن صخور الصخور دي جوا تجويف بتحوي جواها الماء الماء او البترول او الغاز زي بالزبط الاسفنج احنا قدامنا اسفنج ده جسر ولكن الاسفنج ده ممكن لو قربته من ماء يشرب ماء ولا يشربش ممكن تلاقيه سهل جدا يشرب ماء ليه لان السفنج جوافة جواته وتجويف التجويف دي بيخش فيها ايه المائع هل ممكن نحصل على الماء من السفنج بشكل مبسط جدا ممكن نقدر نحصل عليه نفس القصة لما يبقى الحجر النوبي اللي موجود عندي تحت الارض فيه فجوات الفجوات ديت لو فيه غاز او او بوترول او مياه جوفية او رايبة بتتجمع فيه وتعمل لي خزان وبعد كده بنستكشف فانا طبعا لازم اقول ان انا بعمل حاجات ديت ومن ناحية برضك الجزء التاني اللي بالنسبة لي اللي هو البيتروفيزيكس اللي هو الجزء الشوك التاني من البحث بتاعي عشان كده بنعمل ايه البالك انتجرين دينيستي از ويل اس بروزيتي اوفزا روك سامبل بندرس وبنقيس البالك دينيستي والبروزيتي والبرميابيلتي وما الى ذلك كل هذي الانواع والمعادلات اللي احنا بنعملها وكمان كرفات ما بين الصلاين والروك كوندكتيفتي عشان نطلع ايه عبارة عن كل ديت الميسيدولوجي بتاعتي والسامبل اللي انا جمعتها بعد ما عملت مقدمة بعد ما قلتلي الميسيدولوجي لازم تقول بقى النتائج بتاعتك النتائج اللي انت حصلت على بنشرحها بقى بالتفصيل انا لقيت النتائج بتاعتك كزا وبالفعل احنا قسمناها زي ما بقول كده وبنقول دايما البحث بتاعه هو عبارة عن طبقات زائد بيتروفيزيكس ففي النتائج لازم اذكر الاتنين في الطبقات لقيت ايه تخصص شغلي شغل طبقات بنقول في الناحية اللي هي الطبقية الصخرية نوع الطبقات اللي موجودة ونوع الصخور اللي موجودة في الخزان النوبي بتكلم عليها وانواحها المختلفة زائد بيئة الترسيب الحجر الجير هل كل الحجر الجير اللي احنا نعرفه او الحجر الرملي اسف الحجر الرملي اللي احنا بندرسه كله هل كل الحجر الرملي اللي احنا بندرسه ده شباب هل كله تكون في بيئة معينة او كله شبه بعضه ولا متنوع ومختلف ايه ده اللي احنا بنقشه في هذا البحث أنه مش كل حجر رملي له نفس الخواص بالأحجار الرملية الأخرى لا ده كل حجر رملي بيختلف عن حجر رملي عن حجر رملي إيه اللي بيأدي الاختلاف؟ أولا الاختلافات ممكن تكون في بيئة الترسيب في حجر رملي بيترسف في الصحراء في حجر رملي بترسف في الأنهار في حجر رملي بترسف على شطئ البحر حتى الأحجار الرملية اللي بترسف في الأنهار في بداية مراحل أولى من النهار ولا المراحل المتوسطة ولا المراحل النهية كل ده احنا بنتكلم زاد الحجر الرملي هل كل كسراته عبارة عن حبايبات ملكورتس ولا كسرات من صخور مختلفة ولا كسرات من معادن الصخور النارية زي البلاجوكليز والأورسوكليز وما إلى ذلك ده كل ده بدراسات بدرسة بتاع طبقات